قبل يومين على موعد تقديم رئيس الوزراء المكلف عدل عبد المهدي كابينته الوزارية الجديدة اختلفت الرؤى ودخلت وجهة النظر للكتل السياسية نفق الخلافات حول حصصها الوزارية واختيار مرشحها في التشكيلة الحكومية تحت عنوان الاستحقاق الانتخابي مواقف سياسية اعلنت الانسحاب من الحكومة قبل تقديم التشكيلة الوزارية واخرى اختارت الانتظار فيما لوحت كتل بعدم التصويت على التشكيلة في حال لم تأتي وفق التوقعات حراك الجيل الجديد الكردية حسمت امرها بعدم المشاركة في حكومة عبد المهدي والذهاب الى المعارضة كاول كتلة نيابية تقدم على هذه الخطوة والاكتفاء بالدور الرقابي على اداء الحكومة فيما ابدت استعدادها للعمل مع القوى الاخرى التي تنوي الانضمام اليها لتشكيل جبهة نيابية معارضة داخل البرلمان تيار الحكمة الذي وضع في وقت سابق استحقاقه الانتخابي تحت التصرف عبد المهدي كان له موقف اقل حدة اذا اعتبر عدم اختيار شخصية من التيار لا يعني الذهاب الى المعارضة بصورتها الرسمية لكن الحكمة ستكون كتلة مراقبة شديدة داخل مجلس النواب وسط هذه المواقف تبرز دعوات من اطراف سياسية لتأجيل اعلان تسمية الحكومة غير ان رئيس الوزراء المكلف اكد التزامه بتقديم الكابينة الوزارية خلال المدة الدستورية المحددة